زي ما حضرتك تكرمتي وذكرتي فعلا بالتأكيد خلال الأعام الماضية وتحديدا 2017 و2018 كان فيه جوالات مكثفة ما بين المسؤولين من الدولتين في التبادل التجاري وتوطين الصناعة في مصر خاصة في الشحن الثقيل وفي النقل وفي توطين هذه الصناعة مش مجرد انتاج في مصر ويتم الهدف وده هدف رئيسي جدا بيشدد دايما عليه السيد الرئيس هو نقل الخبرة ونقل التكنولوجيا أو اللوهاو مع توطين الصناعة وتوطين الانتاج في مصر بشكل مشترك والحقيقة الجانب البلاروسي عبر عنه وابتدى فعلا في هذا المجال مع وزارة الانتاج الحربي ومع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة التجارة والصناعة ولمسوا تجاوب كبير جدا من العمالة المصرية ومن الخبراء المصريين والخبرات المصرية فيه يعني التعلم السريع ومواكبة احدث التكنولوجيات الشركات دي بتنتجها الحقيقة هي منفعة متبادلة لان مصر بتمثل ليهم وده تم ذكره في المجلس اليوم اللي هو لسه منطين ان مصر ليها افضلية نسبها كبيرة جدا في المنطقة اول شيء الموقع المتميز الجغرافي تاني شيء هناك المنطقة الصناعية الروسية وده طبعا هتخدم المنطقة الجانب البلاروسي بشكل كبير طبعا في محور القناة سويس الشيء مهم جدا هو ان مصر بتجنحها بالدور الافريقية ودور العربية وبعض الدور الاوروبية اتفاقات تجارة حرة ده من شأنه انه بيضيف ميزة كبيرة جدا لأي سلعة بتنتج في مصر او اي منتج سلاسة التحرك وبتدي افضلية كبيرة جدا للتصدير من مصر الى تلك الدول وتكون بواب مصر عبارة عن بوابة للدول الافريقية اللي بتحتاج طبعا المنتجات كثيرة جدا اخزا في الاعتبر ان تكلفة العمالة في مصر بالمقارنة بسعر الصرف تعتبر تكلفة اقتصادية بالنسبة للشركات العالمية تكلفة منخفضة بالاضافة ان حاليا المشاريع الخاصة بالبنية التحتية في مصر البنية التحتية في مصر حاليا شهدت طفرة نوعية كبيرة جدا من حيث الطرق ومن حيث الكباري ونقل المواني توفير الطاقة الكهرباء واكتشافات الغاز محور قناة السويس طبعا والمنطقة الاقتصادية على محور قناة السويس بيربط بين الشمال والجنوب ويعدي منه حوالي 20% من تجارة العالم كل دي عوامل ايجابية جدا طبعا لم تكن موجودة في الماضي ايضا تحريص اعر الصرف تحويل الارباح للشركات في مصر للخارج ده ما كانش موجود وكان له طبعا فالمناخ في اجماله مشجع جدا للعمالة في مصر والانتاج والتوطين الصناعة والحقيقة ده مش كلامنا يعني ده كلام الرجال الاعمال اللي كانوا في المجلس اليوم خليس لحضرتك يمكن تقارير بلا رسالة الاخيرة خرجت ان احنا 2018 كنا بنتعامل تبادل تجاري ب 108 مليون دولار ومعضم طموح ان ده يصل ل200 مليون و250 كمان هل احنا في طريق لده ويمكن الزيارة دي بترسخ او بتضع حاجر اساس لهذه الزيادة طبعا بكل تأكيد طبعا هو الرقم 108 مليون دولار زي محاك ذكرتي بس احب اوضح حاجة انه انه الرقم ده عبارة اربع اضعاف ما كان موجود ما قبل 2017 يعني كلام نتكلم في 25 مليون 26 مليون حاليا الرقم ده عبارة اربع اضعاف يعني تضعف اربع مرات بعد زيارة الرئيس بلا روسي الى مصر في يناير 2017 بكل تأكيد هي في طريقها الى النمو وفي طريقها الى مزيد من الزخم هناك ارادة سياسية متبادلة على اعلى مستوى ما بين السيد الرئيس سيسي والرئيس البيلا روسي وايضا هناك يعني في رغبة كبيرة من رجال الاعمال المصريين في زيادة اعمالهم في مصر وغدا ان شاء الله سيكون هناك توقيع عدد من اتفاقيات ومزاكرات التفاهم ما بين الجانبين من ضمنهم مزاكرات تفاهم لانشاء وتأسيس منتدى رجال اعمال مشترك ما بين مصر وبيلا روسيا ايضا بالنسبة لزادة الارقام السياحة الروسية زادت بشكل كبير جدا في مصر قلال العام الماضي وصلت حوالي تقريبا 150 او 160 الف سائح وده رقم كبير والنهاردة رئيس غرفة الصناعة والتجارة البلاروسي قال ان هما سيدعموا هذا الاتجاه وسيروجوا للسياحة في مصر بحيث ان يتطلعون لما يكونوا في طالعة الدول المصدرة للسياحة في مصر سؤالي اخير ستفير جدوى الاعمال الرئيس غدا الحقيقة جدوى الاعمال الرئيس غدا سيبدأ بلقاء قمة في الصباح مع رئيس بلاروسيا ويعقبه طبعا هتخلاله جلسة مباحثات سنائية مغلقة ثم جلسة مباحثات موسعة ما بين وفدي البلدين هيكون هناك في مؤتمر صحفي بالاضافة الى طبعا لقاء في المساء مع رئيسي الغرفة البرلمان البيلاروسي الغرفة الادنة والغرفة الاعلى مشكر حضرتك شكرا جزيلا سيتسفير على كل هذه المعلومات شكرا لكم مشاهدين الكرام